مساء الهانا ومساء الجمال على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية بكل بساطة إن شاء الله بإذن الله يكون مع حضراتكم في كل إسبوع على حسب التوقيت بإذن الله هيكون معانا أكلات من جميع البلاد أكلة بسيطة مصرية بنبسط كل الأكلات بطريقتنا الخاصة في كل البيوت لكل الحفلات لكل أي مناسبات ربنا أجعل طبعا مناسباتكم كلها سعيدة وبخير وسعادة وأول ما نبدأ النهاردة مع حضراتكم معانا 3 أو 4 طواجن أو 4 أكلات الطاجن الأول النجريسكو أصل قطالي بس هنعمله بالتركات المصرية المزبوطة إن شاء الله هيعجبكم 100% بنفس تركاتنا الناس اللي بتحب تعمل البشاميل أو يعمل الصوص الأبيض هنوريلي التركات من غير ما يتعجب من أي حاجة ومن غير مبوظ معانا حاجة معانا حضراتكم إن شاء الله مستمرين الشيف ماجد فوزي حمزاوي وطبعا بإذن الله بنبدأ أول حلقتنا مع الصحة والجمال في التركات الجميلة أو في الحركات الجميلة وإن شاء الله حاجة تبصدكم ويتساعدكم ويكون البرنامج بتاعنا خفيف على قلبكم أول ما نبدأ نقول بسم الله المكارونة النجريسكو هالتكوين بتاعها بتعامل بكذا خلطة أو بكذا طريقة بتعامل بالمشروم بتعامل بطريقات كتيرة لكن إحنا تركاتنا أو حركاتنا بإذن الله يكون بحاجة بسيطة أول حاجة معانا نصف كيلو من المكارونة النصف كيلو من المكارونة مسلوء في مياه كتيرة معلقتين من الزيت معلقتين من الملح وطبعا عشان أول ما بتطلع معايا حواليا تلت ساعة بالضبط بتتسلق يكون السلق بتاعها ما يكونش مهرية زي ما أنتم شايفين حضراتكم ومعانا المتزرلة ومعانا الحليب والقشطة ومعلقتين من الدقيق ومعانا نصف كيلو من الصدور ونبدأ نقول بسم الله على بركة الله أول حاجة نبدأ بيها ننزل بنصف كيلو الصدور بسم الله نبدأ بالصدور ننزل بيها دقيقة هنعصقها بواحد عدد من البصل بسم الله هنعمل أكلات كتير وهنستمر مع حضراتكم في الحلويات وفي كل حاجة إن شاء الله بإذن الله مستمرين وأي تعليقات أو أي اختلافات الاختلاف الرأي لا يفسد للود القضية دي المبدأ بتاعنا الأساسي أو مبدأنا التاني هيكون الصحة بإذن الله في كل التوفير وفي كل حاجة اقتصادية مية في المية في مكوناتها وفي حاجتها أكلة بسيطة مصرية هتكون معاكم في المعجنات وفي المغبوزات وفي الحلويات نبدأ نزلنا بنصف كيلو من الصدور هننزل عليها بواحد عدد من البصل وناخد حاجة بسيطة من الفلفل اختياري بسم الله الصدور بتاعتي مش هتاخد حاجات كتير تستيوه معانا بعد كده في الحلة نبدأ نعمل السوس الأبيض الناس اللي تشتكي من البشاميل هو نفس التركة بتاع البشاميل بالزبط أهم حاجة في البشاميل يكون النار بتاعتي هادية على الهادي ماينفعش ان انا احمر الدقيق بمعلقتين زيت مثلا ننزل بمعلقتين زيت هنشوفها عملي ونظري معلقتين زيت ومعلقة من السمن من الزبدة بسم الله ونرفع النار بتاعتنا حاجة بسيطة خالص بعد كده انزل بالدقيق معلقتين من الدقيق نزلنا بالصدور الاول عشان نعصاجها نزلنا بالصدور الاول بعد كده هننزل بالسوس الأبيض نعمل السوس الأبيض واحل حاجة في الطعم بتاعنا او التركة بتاعتنا تطلع مصبوطة نطعامها بالكريم اللباني او اللي مايقدرش يجيب كريم اللباني فيه كريم نباتي بيتباع في المحلات كتير بتمام بسيط وسهل في متناول الجميع مقدر الامكان هنخلي التكاليف بتحضراتكم تكاليف بسيط وسهل بحيث ان يكون في متناول الجميع والمقادير على الهوى قدام حضراتك اللي عايزة تتصوريها او تكتبيها بتاعة النجريسكو بتاعة النجريسكو قال لي محمد البشيط بتاع الصدور مجرد مادئيه يغير اللون بتاعه معايا اول مادئيه يغير اللون على طول انزل بالحليب لو الحليب بيكون دافي برضو يكون ممتاز عشان نحصل على القوام المزبوط من غير ما يتعجب معانا ولا يبوز الناس اللي هي بتحب البشاميل الصوس الأبيض بتاعنا بتاع النجريسكو بيكون خفيف شوية اخفي من البشاميل لحاجة بسيطة بس سوى بنفس تركات البشاميل بالضبط بسم الله هننزل واحدة واحدة ونقلب على طول باستمرار في القوام بتاعي هتطلع قوام مزبوط لازم يكون القوام من الدقيق حطينا البصل حطينا الفلفل نزلنا الصدور للفراخ معانا بعد كده هضيف الزيتون الزيتون المخلي اللي عايز يضيف مشروم مافيش اي مشاكل احنا بنكلم كل ستات البيوت في الحاجة الطبيعية البسيطة اللي يكون في متناول الجميع من غير اي اضافات اللي عايز يضيف وامكانياته تعلم معاه يضيف زي ما هو عايز لكن بنفس التركات او بنفس الحاجات اللي احنا بنعملها الطعم بتاعها بيكون ان شاء الله بسم الله هيجبكم مية في المية هننزل بالزيتون ونديها كمان شوية من الفلفل الاحمر عشان النجريسكو بتاعتنا نزبطها اختياري بسم الله انزل بالفلفل الاحمر عليها على الصدور وما ننساش السوس الابيض على طول في التقليب مستمر على نار يكون هادية عشان ما يتكلكعش معانا وندي شوية التوابل السبع توابل المشكلين دايما في اي مطبخ او في اي بيت التوابل بتاعتي تكون حرشة وبقى اطحانها في البيت افضل حاجة ولو اتحمصت في الفرن ان شاء الله يبقى لنا حلقات في التوابل بيبقى ممتازة الحب هام مع وراء اللوري مع جوست الطيب مع الفلفل الاصمر مع الكزبرة مع الكباب الصيني كل الحاجات بتعمل احلى طعم مواد عطرية ممتازة وفي متناول الجميع وزي ما اتفقنا اجمل حاجة يكون المواد بتاعتي تكون حصة واحنا نطحنها في البيت بتدي تستة او تريك ممتازة حطينا التوابل السبع توابل بتوعي بعد كده مضيف حاجة بسيطة من الملح الزيتون بتاعي بيكون زيتون عادي جدا مخلي من البزر بتاعه واقلب السوس الابيض الجميل ويكون مجهز الصينية بتاعة المطبخ او طاجن مفيش اي مشاكل من غير الزيت ولا سمن ولا اي من غير الزيت ولا سمن ولا اي حاجة اقلب بنشكر طبعا المساعدة بتاعنا محمد عطية وبنشكر كل القصر في الصحة والجمال على الحاجات الجميلة اللي مقدمهانا في المطبخ حاجة جميلة وممتازة نبدأ نقلب لحد ما ناخد السوس بتاعنا المكارونا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو سلقنها في ميا كتيرة بتغلي ميا يكون بتغلي كتير بعد ما بكون ما نضيف عليها معلقتين الزيت ومعلقة الملح واول ما تطلع مني على طول بضيفها بحمام بمية بمية ساعة او حضرتك ممكن تخط فيها معلقة من الزبدة او شوية من الزيت وتقلبيها تطلع معاكب الواحدة زي ما احنا شايفين من فلفلة جميلة والمتزرلة على حسب الرغبة اللي عايزها مططية ما بيش اي مشاكل اللي عايزها عادية كده برضو ما بيش اي مشاكل نقلب لو مخرجنا الجميل جايب السوس بتاعنا زي ما احنا شايفين هيطلع ملمس ناع محريري من غير كلكيع ولا اي حاجة الناس اللي بتشتكي زي ما اتفقنا على الحاجات النية بتكلكع منها او ببوز منها حاجات طبيعية مية في المية هيكون القناة معاكم بمصداقية كاملة كل المعايير كل الحاجات هيكون زي ما انتم شايفين حضراتكم هنطلعها لكم باكلاتكم وبالصفرة بتاعتكم مش هنبسطها في صفرتنا لكن هنبسطها في مصارفنا وهنبسطها ان شاء الله بإذن الله في الشرح هيكون معاكم واي استثارات او اي اكلات تحبوها ابعتوننا على صفحة القناة او على اكلة بسيطة مصرية على اليوتيوب معاكم اللي يحب يشترك معانا كده الفراخ معايا اتبلت التدبيلة الكاملة بالزيتون والحاجات الجميلة والريحة الممتازة كده خلاص ابدأ يقلب في السوس الابيض نخلصه بعد كده هنعمل طاجن الفراخ هو عبارة عن كيلو ونص من الصدور الفراخة بتاعتي كاملة لو احنا هنخليها ان شاء الله بإذن الله برضو ليها فيها حاجات كتير هناخد منها الصدور وناخد منها الوراك وناخد منها الهيكل العظمي اللي هنعمل دي الشربة بتاعتنا عشان هنعمل ان شاء الله بإذن الله ما حضراتكم طاجن الفراخ المشوي بطريقة كويسة وسهلة بس بعد ما نطلع نجريسكم معنا هنعملها بطريقة مبسطة وسهلة تعالوا خش طاجن الفراخ عشان الوقت بتاعنا ما يجريش معاكم ولازم نستفاد استفادة كاملة في كل حاجة هنستفاد بيها وحاجة كويسة بإذن الله حلوة بكل شرحة وكل تفصيلها حاجات بسيطة هتعمل معانا أحلى طعم وأحلى صفرة لأحلى مشاهدين معانا وهنعمل معاكم إن شاء الله بإذن الله الحلو هيكون الحلو طاجن أم علي هنعمله بطريقة سهلة برضو وكتير كتير بيسأل عنا محبوبة في كل مكان وفي كل البلاد كيلو نص من اللوراك قطعناها الدبوس لوحديها والفاخدة لوحديها وهنأخذ معاها معلقتين من الصلصة نعمل طاجن الفراخ على طول التاني معلقتين من الصلصة وهنعمل معلقتين من زيت الزيتون للفراخ وهنقطع لها بصلة شرايح هننزل بالفراخ الفراخ بتاعتي منضفينها كويس وغسلينها في المحلول بتاعها معلقة من السكر معلقة من الملح كباية من الخلف مع شاط مية كتير بننقع الفراخ حوالي نصف ساعة بالضبط في المحلول بتاعها طيقين الحاجة الزخمة أو الزفارة ما بتطلعش معايا حاجة مش كويسة أهم حاجة إن احنا نزبط حاجتنا كويس وتطلع معانا حاجة مظبوطة نزلنا الفراخ كيلو نص من الوراك هننزل عليها بواحد عدد من البصل وهننزل عليها بالفلفل أخضر بسم الله والفلفل الأحمر اختياري كل الحاجات الجميلة اللي هنشكلها وهنعمل معاها تركة حلوة جداً هنطلعها بريحة الفحمة بالضبط هيكون شاوي فرن وفي نفس التوقيت مش هنتقل بحضرتك ولا هنخلي فيه دخان كتير في الشقة ونبوض الشقة لأ السوس بتاعنا بدأ يتقل نرجع أهم حاجة أهم حاجة إن احنا نعمل تركة السوس بتاعنا السوس بتاعنا بدأ يتقل سنة بسنة زي ما احنا شايفين هو ما يكونش كتير يعني القوام بتاعه ما يكونش تقيل قوام يكون لين كده احنا مظبوطين مية في المية هنشوفها قدام حضراتكم بسم الله ناخد مغرفتين في الصينية بتاعتي عشان نرجع ونفردها من تحت بعد كده زي ما احنا شايفين اهو السوس بتاعنا السوس الأبيض حريري وجميل وممتاز هنضيف عليه شوية من الملح حاجة بسيطة بسم الله حاجة بسيطة من الملح وشوية من التوابل السبع بوهارات بتوعي في كل حاجة سبع توابل فلفل أصمر حبهان ورق اللوري جسط الطيب واقلب بالريحة الجميلة بعد كده هضيف المكارونا نص كيلو المكارونا التوعي بسم الله على الصينية نص كيلو من المكارونا نسيب الفراخ دقيقة عشان نخلص حاجة حاجة بالراحة عشان مشاهدنا الجمال ما يتهوش معانا يبقى خلصناها عملنا اول حاجة عملنا الصدور اللي بناها عصجناها معلقة من الزيت معلقة من السمن بعد كده نزلنا عليها البصلة والفلفل بعد كده ضفنا السوس بتاعنا عبارة عن الدقيق ومعلقتين من الزيت ومعلقتين من السمن اللي ننزلنا بيهم تعالوا بقى بنعمل التركة الجميلة المططية ما تطلع معانا حاجة تحفة تبقى تمام هنضيف الجبنة المتزرلة بعد ما ضفنا المكارونا ضفنا السوس وضفنا الحاجات الجميلة نبدأ ننزل بالمتزرلة انا ما عنديش متزرلة وما فيش امكانيات عندي عند حضرتك ان احنا نعمل بالمتزرلة الجبنة المسلسات او الجبنة نحطها في التلاجة في الفليزر المبرد بتاعنا نص ساعة بالزبط بعد النص ساعة اول ما تجمد مع حضرتك تبشرها بالمبشرة تطلع نفس التركة بطعم جميل وحاجة حلوة بعد كده ننزل نزلنا بالمتزرلة هننزل بالسوس بتاعنا الابيض الجميل بسم الله على بركة الله وندخلها الفرن بتاعنا تاخد وش خمس دقائق من تحت بالزبط على درجة حرارة مية وتمانين خمس دقائق من تحت وخمس دقائق من فوق على حسب درجة حرارة الفرن بتاع حضرتك تاخد اللون الدهب الجميل بتاعها هنشوفها وانا ليه ما حطتش المتزرلة من فوق بعد ما عملت السوس البشاميل عشان ما يتحرقش معايا انا عايز المتزرلة استفاد منها كمططية مش كحاجة من هي تاخد وش وتنشف معايا المتزرلة ما بتستحملش نار عملنا بالسوس بتاعه وهنبدأ نقول نديله ططش بتاعه الجميل وبالمنديل وانشيك عليه خلصناها ويتفضل محمد يدخلها في الفرن خمس دقائق وعشر دقائق وهنطلعها على طول بعد كده هنخشين على الفراح كيلو ونص من الصدور نزلنا عليهم واحد عدد من البصل والفلفل الاخضر معلقتين او معلقة من سوس الطماطم صلصة الطماطم صلصة الطماطم بعد كده هنضيف عليها التوابل بسم الله سبع توابل مشكلين هنشويها بطريقة حلوة جميلة والملح الملح خفيف ربنا يكفيكم شر الابيضين الملح والسكر نحاول بقدر إمكان نخفى ملح وسكر شوية بسيطة من مكعبات مرأة الدجاج اختياري مش اجباري شوية من زيت الزيتون بسم الله وقادي الطاجن التاني هنقلب كويس ونجيب الطاجن طاجن الفخار الجميل صحي مية في المية بتمام بسيط بنقدر نجيبه في متناول الجميع يبقى كده عملنا محضراتكم من نجريسكو وقادي طاجن الفراخ الجميل ضفنا عليها البصل وضفنا عليها التوم وضفنا عليها الفلفل وضفنا عليها الزيت الزيتون والتوابل وقلبناها كويس وهنبدأ ندخلها برضو الفرن نفس التكرار ننزل ننزل بالفراخ في الطاجن هتاخد حوالي نص ساعة لو حضرتك عندك الشوية شغالة وموجودة وبيشتغل الفرن اشتغل فوقه تحت شوية وفرن شغاليها ما فيش اي مشاكل بسم الله بعد كده نجيب ورقة السيلفر نص ساعة نكمرها من غير مية من غير اي سوس هو السوس اللي فيها هتعمل لك تركة حلوة بعد ما نطلعها من الفرن بنولع تحمية هنشوفها قدام حضراتكم عملنا كده خلاص كمرناها هنبدأ ندخلها الفرن من تحت مع نجريسكو عشان بقى احنا كده عملنا الطاجن اين النجريسكو مع طاجن الفراخ اللي ان شاء الله هنعمله بتركة الشاوي وبحركة جميلة تعالوا بقى نروح لورقة العنب على طول ورقة العنب مشهور جدا في كل البلاد برضو بالملفوف كان قصه تركي الاكلة الاولانية النجريسكو اصلها اقطالي طاجن الفراخ مصري طاجن الورقة العنب قصه تركي واتعامل كتير في مصر بطريقات كتيرة هنعمله بطريقة حلوة برضو مزبوطة ومية مية اول حاجة بنجيب ورقة العنب يكون متوسط ورقة العنب طبعا ليه نقدر نحتفظ به في التلاجات برضو زي ما اتفقت مع حضراتكم احنا ان شاء الله بإذن الله يبقانينا في الخضروات والحاجة كل حاجة هكون مع حضراتكم بإذن الله ورقة العنب يكون ملمس نعم يكون متوسط الورقة بتاعتنا الحجمة بتاعتها متوسط ما يكونش خشنا جامد متوسطة بسيطة زي ما احنا شايفين اهو لو احنا جبناها في المعلبات لو احنا جبناها في المعلبات لو جبناها في المعلبات لو جبناها في المعلبات بنضيف عليها مية عادية مع شرايح اللمون بحوالي عشر دياب الضبط منقعه في الحاجات ديت بعمل له الخلطة بتاعته الجميلة وهي عبارة عن بصلة طالت فصوص من التوم بينزل أحمر البصلة بعد كده بنزل بعصير الطماطم حوالي أربع حبات من عصير الطماطم وبنزل عليهم لحد ما يتسبكوا بعد كده بنزل بورق بالرز بتاعي رز مصري رز المصري ويطلع معايا ينشف أنزل أول ما يتسبك معايا أنزل الخضرة بتاعتي وورق النعناع الجميل مع الحبهام مع ورق اللوري المطخون السبع تواب المشكلين يطلع الرز بتاعي الرزة بيبقى وغدة من التركات أو الحاجة بتاعت الجميلة أجيب طاجن بسيط أو حلة صغيرة وأبدأ أعمل لها الفرسة بتاعتها أو الفرش من حبة البطاطس بسم الله هعمل حبة من البطاطس مع عدد واحد من اللمون سهل جدا وبسيط جدا وفي نفس التوقيت بيبقى سيد المحاشي طعمه لذيذ بينفع في كل حاجة في الحفلات وفي كل حاجة باخد حاجة بسيطة من البصل خفيف خالص بسم الله عشان أعمل فرشة لو ورق العنب عندي مثلا أنا العزومة أو الضيوف عندي اتأخره هقدر أسخن ورق العنب بسهولة ما يتلساش معايا الفرشة بتاعت بتعمل معايا أحلى تركة في الطعم والحياة الجميلة هننزل باللمون وننزل بالبصل وننزل بالفلفل بسم الله عملت الفرسة زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو البطاطس واللمون والبصل والفلفل بعد كده بورقة سيلفر لو ما عنديش ورقة سيلفر بورقة خاص بورقة العنب عادي المهم ان انا اعمل حماية او طبقة كاملة لورقة العنب اخد ورقة من السيلفر هنزل بيها يلا بقى نشوف وعملتوا البيون بتاعه من الهيكل الباقي من الفرخة الحياة دي ما بتترميش ما ينفعش تعالوا بقى نشوف ورقة العنب الملمس الناعم او الورقة النعم انا بقول لكل العروسة او الناس اللي هي مش متعلمة ورقة العنب ان اقول لهم بطرقة سهلة ومزبوطة ملمس الناعم بتاعي بخليه من تحت بعد كده بجيب شوية من الرز حاجة بسيطة او وخرجنا الجميل معايا طبعا او بعد كده بالم ورقة العنب واحد اتنين نطبقها طبقتين وابدأ ألم بسم الله وابس واضغط بصوابع الاتنين على ورقة العنب واعمل نفس التكرار او نفس الطريقة تطلع معاكم زي ما احنا شايفين او حاجة ملفوفة جميلة بتبقى لذيذة وطعمها جميل برص معايا نوري لحضراتكم واحدة واثنين وتلاتة برنامجنا لازم يكون في تعليم كل الملمس الناعم يكون من تحت بعد كده باخد شوية من الرز اضيفه عليها اللي عايز يحط لحمة مفرومة على الرز ما فيش اي مشاكل اللي عايز يعمله باللحمة المفرومة برضو ما فيش اي كل واحدة حسب امكانيات بعد كده نضغط على ورقة العنب ونبدأ نلف اتنين نفس الطريقة الملمس الناعم من تحت شاط الرز ونبدأ نلف يبقى كده عملنا النجريسكو وعملنا طاجن الفراخ طاجن الفراخ هنلف ورقة العنب زي ما تشايفين حضراتكم ها لف دوراني عشان اطلع فورمة كاملة على ويكون القفل بتاعنا اللي هو الحاجة الاخيرة اللي احنا عملناها من تحت نبدأ ننزل بيها لف عكس لف ونضغط عليها نطلع ورقة العنب ونلف ورقة العنب على طول عشان نروح للبيون بعد كده نرجع نطلع فاصل اعلاني ونرجع نشوف الحلو بتاعنا الجميل ام علي ليه تسمت ام علي وليه اصلا لحد الوقت من 700 سنة التركة بتاعتها والطعم بتاعها لسه موجودة وهي فعلا ايه نطلع فاصل ونرجع تاني على طول ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما خلصنا النجريسكو خلصنا طاجن الفراخ ولفينا ورقة العنب مع حضراتكم طبعا هنسئ هنبدأ نقول بسم الله قبل ما نخش معه الحلو بتاعنا نقول بسم الله نبدأ نسقيه هنغطي ورقة العنب معنا البيون بتاعي معمول حطت فيه بصلة والفلفل واحد عدد من الفلفل والطماطم والحبان ورقة اللوري والقرفة وطبعا عمله من الهيكل اللي كان باقي معايا من الفراخ ما برميش حاجة بستغل كل الحاجات معايا هغطي ورقة العنب واد دغطة معايا واسيبه على النار خمس داية وعشر داية على نار عالية بعد كده بهدي النار بتاعتي خالص ننزل على النار بتاعتنا ونسيبه براحته خالص لما يشتغل براحته معايا نضغط ونسيبه بعد كده نيجي نخش لطاجن امه علي سبعمائة سنة امه علي كل عمال احنا بناكل طاجن امه علي في اي محلات نخش عايزين طاجن امه علي كل محبوبة في كل البلاد امه علي كانت من عهد المماليك مرات عز الدين ايبك واحتفلت به بمعالي بسبب ان هي انتصرت على شجرة الضرة وقتلت شجرة الضر المهم ان هي قتلتها او ثابتها احنا هنعمل امه علي بطريقة او تركة جميلة مصرية مية في المية والمقدير هتنزل قدام حضراتكم مقدير بسيطة هنعملها النهاردة بالجلاش او بورق البقلاوة عشان الناس اللي بيشاهدونها من برة بورق البقلاوة همصناها شوية من الزيت ومعلقة من السمن ونزلناها بعد كده بعد ما طلعناها بنجيب مكسرات ومعايا نشا ومعلقة من الدقيق والمقدير مع حضراتكم على الشاشة عشان تصوروها على طول وننزل بمعلقة نعمل لها التركة بتاعتها معلقة من السمن والحليب بتاعي بسم الله هنزل بالحليب كله معادة شوية صغيرين حاجة بسيطة الحليب هنزل عليه بمعلقة تيم من النشا كل واحد وليه تركاته وليه حركاته او ليه الفن الصنع بتاعته مجدام معالي من 700 سنة وكانت ستة وهي كانت عاملاها لحد الان نبدأ هلوه السلام عليكم ايا ايوة نبدأ يا ايا معاك يا فنم مرحب ازاي حضرتك ازاي حضرتك يا فنم مرحب بيك اه الله ينور عليك اول وعليك 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 ايسلاميني اه انا بس كنت عايز اعرف سوس الجبنة اللي هو بيتحط على على البيتزة انا بحطه البيتزة في البيت جبنة مبشورة مسلا وكده بس انا هشوف اعرفت ان فيه سوس كده بيتحط ويبقى افضل ايه لا هو والجبنة المتزرلة او الجبنة المستدلسات او الجبنة اللي هي السيلة الجبنة السيلة بتعمل معاك طعم ايوة انا عايزها سيلة السيلة ما هي بتدباع جاهزة على طوف المحلات واحنا عنينا برضو ان شاء الله هي ايشوف ماذا بيعملوها ماشي نعملها عشان خاطرك يا ستة كله عشان خاطرك احنا نعملها ويكون لدينا حلقة في البيتزة ان شاء الله ولو بازن الله عايزة وشكرا لاتصالك طبعا لو عايزة حضرتك تتابع معانا على اكلة بسطة مصرية هنجاوب برضو على السؤال او الاسئلة بتا حضرتك دي عينينا عينينا سوس الجبنة والحاجات دي بعد ما اضفنا الحليب يسخب معانا شوية الحليب بتاعنا بعد كده اعمل له تركة حلوة ومظبوط نسكينا يا حمد عزيزي نزلنا الدقيق مع الحليب الباقي نزلنا الدقيق والحليب وننزل نقلب كويس عشان اعمل قوام وازبوط لمو علي مع المكسرات هنجيب الطاجن بسم الله اي مكسرات تحبوها ضيفوا عليها هننزل بالورق الجلاش او ورق البقلاوة المحمص معايا بسم الله بعد كده بالمكسرات مرحب ومحمد السلام عليكم يا محمد واهل الاهلية كلهم وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك مرحب مرحب محمد يا هلا يا هلا ايه اسلام ايه الله يحفظك السؤال او سمحت لامورينا انا جالي ملوخية من البلد عمانوهالف وقلتوه محطوا عليها معلقة سكر بسيطة فحطوا عليها سكر كتير تمام السكر باين في الملوخية اعمل فاقي ارميها يا محمد اعمل الملوخية السكر في الملوخية خلاص هي سكرتيها انت سكرتيها يعني انت سكرت الحاجة ماينفعش ان انا السكر يعني اه السكر زيادة خلاص يا محمد حقق علينا احنا وانت رمي الملوخية واحنا نعملالك من اول وجديد بتركة فلاحة مية في المية اجزاك الله وكل اخير معلش بقى احنا هاسفين السكر اصلا ماقولوش علاج عمتا يعني انا حطيته في الملوخية بنسبة كبيرة خلاص مشكرين انت صالك يا محمد وخليك صديقة البرنامج شكرا شكرا قالو اسلام عليكم السلام عليكم مرحب مرحب شيف ماجد يا مرحب بيك يا فندي مع حضرتك مع حضرتك يا فندي بتفضل معك طارق جبريل يا مرحب مرحب بيك يا وستس طارق يا هلا يا هلا اعلم بيك لو سمحت من فضلك انت منور الشاشة والله الله يحفظك الله يحفظك عمطر يا عبر نزيد او تسلمي لك على عمل تعمله يا ربنا يا بريك لك يا رب كده دايما يا ربنا يا ساعة يا ربنا يا ساعة عزمك يا باشا عنينا حاضر عنينا نعزمك اي حد من احلى مشاهدين لنا في الصحة والجمال لازم نعزمه ان شاء الله باذن الله خليك صديقي البرنامج ومتشكلت صدك يا فندي ان شاء الله ممكن بعد اذنك بس اعرف طريقة عمل البزبوسة عنينا يا فندي عنينا تحت امرك تحت امرك عنينا يا سستارق شرفتنا وشرفت البرنامج كل والله عنينا بعد ما نزلنا بالحليب الحليب معايا يبدأ يدفى شوية قالوا ام امجد السلام عليكم عليكم السلام مرحب ام امجد مرحبة عليكم السلام مرحب يا ام امجد يا هلا معاك طب ممكن الجلاش اللي معاك ده الجلاش نحمره في الفرن ولا نحمره في الفرن اي تحمير مهم ان هو ياخد اللون الدهبي في الفرن برا الفرن في الزيت اي حاجة ما تقفش على حاجة يعني الجلاش ممكن نقطعه تقطعه ونضيف عليه معلات الزبدة القشطة بالكريمة اللباني أو الكريمة النباتي سهلة جداً تتعمل القشطة حاضر هبقى فيها حلقات إن شاء الله بإذن الله القشطة عنين يا محمد يعني ممكن نفش الكريمة اللباني وفوت وضحها قشطة يا محمد اختلاف الطعم واختلاف الحاجات اللي انت بتخطيها حسب رغبتك انت ما تكتفيش نفسك على حاجة معينة يعني مثلاً الشيف فلان قال لي كذا أنا عندي تركة وعند طعم أحسن فانا تدي له الطعم احنا قلنا من 700 سنة ولسه الصنف موجود يعني إذن كانت معمولة بحاجة معينة بعجيم معين وكده وخلاص فالتغيير إشطة أو كريمة اللباني على حسب إمكانياتك لو انت عندك حاجة أعلى حطيها ما فيش أي مشاكل تضيف عليها زي ما انت عايزنا تشكرني اتصالك يا محمد شكراً على اتصالك نورتونا والله بتفرحونا باتصالاتكم وتفرحونا بمكالماتكم الجميلة بعد ما الحليب معايا بدأ بدأ يغلي حطيت الكريمة أو الكريمة اللباني على معلقة من الديق معلقة من الكورنفلاور وطبعا ما ننساش الفرن عشان نجلسكو تشوفوها قدام حضراتكم وحطينا الجلاش مع المكسرات اللي انتو تحبوها أقلي أقلي موصب دعلي قالي قالي مع المكسرات اللي انتو تحبوها بعد كده بقى تعالى نعمل لها تركة حلوة قوي معلقة من الزبدة مع معلقة من الزبدة مع الموز عشان نعمل طبقة جميلة لها أستاذ محمود مرحب بيك وأهل الهرم كلهم أستاذ محمود الله يحفظك مرحب بيك الله يزيدك الله يزيدك ويحفظك ربنا يزيدك والله انا اعملت 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 الحمام الكذاب وعايزة ادوكار على حضراتك يا أستاذ محمود انت اتنورنا على العنين على العنينة الله ينور عليك يا شيك المعالي شكرا شكرا لعنتصالك أستاذ محمود منورتنا اي سؤال عندك ولا اي حاجة أستاذ محمود شكرا لعنتصالك أستاذ محمود وتخليك معانا صديقي البرنامج أستاذ علاء السلام عليكم السيوت وأهل يا سيوت عليش تتابع معانا لاتصال على طول معاكم مستمرين بإذن الله السمنا وزيد السمنا وزيد ما ضيف شواء صغيرين على القشطة أو الكريمة اللباني مع معلقة من النشا معلقة أستاذ علاء من أسيوت أهل أسيوت يا مرحب بيهم ازاك يا شير ازاك يا فندم مرحب بيك يا باشا عبدالك يا نجم الله يحفظك يا غالي ربنا يزيدك ربنا انت يكرمك ويزيدك الصراحة يعني عم علاء أهل أسيوت كلهم ناس محترم دايما بحوراتك الجميلة دي والله اسلام لي غالي ربنا يحفظك يا ربنا يحفظك ويسعيدك يا رب أمورنا يا فندم أمورنا أنا أبعشق الحلويات على عنينا بطرجة الننا اللي بعملها في المصدر بأحلى حاجة أحلى حاجة فالبزبوسة كل لما عملها لقيها تلعت نشفة عينينا يا فندم بعد ما فيها بالشرباب بلاقيها نشفة إيه السبب بقى مش عارف أستاذ علاء البزبوسة الحلواني كله مقادير معايير كل الحلواني معايير لو احنا عملناها بمعيير معين وحاجة مظبوطة مش تطلع معاك إن شاء الله أقول لك على الطريقة بتاعتها على الوقت حالا ضفنا الحليب عملنا القشطة مع الكريمة اللباني مع النشا مع الحليب عملناها هنضيف شوية من السكر بسيط أستاذ محمد بن السوف مرحب قالوا السلام عليكم عليكم والسلام يا شريف أهليني ولم محمد مرحب لو سمعت يا شخص والنبي لو سمعت الجل على طريقك أنا عندي أنا ساية وعايزة أستنى خالي حاجة يا حاجة عنينا ليك يعنينا ليك لأنني ساية بعتنى يا حاجة بعتنى على عنينا يا حاجة نقول لك عطرة انت أنا نساية عندك أنا نساية واحدة بس وعايزة تعمل ليلي حاجة يعنيه لقد أنا عندك المية وطعمة مش ناجد على أولاد عينينا حاضر يا حاجة اشتخدمها في حاجة تقول لي عني شي يا سيد الكل تحت أمرك ده احنا نيجي نعملها لحد عندك على عنينا شكرا شرفتنا باتصالك يا محمد على عنينا حاضر حاضر استاذ يا مرفض مرحب سلام عليكم سلام عليكم ازاك يا شيف ازاك يا سيدة مرفض مرحب بيك أنا بشكرك على أكلاتك الجميلة البسيطة جاية يا سيد الكل كل من زوقك والله العظيم الله يخليك حاضراتك أنا بشكرك وبشك بشك البرنامج ربنا يبارك لك يا سيدة مرفض ده انت شرفتين ونورتين والله العظيم الله يخليك الله يخليكي أمير اي سيدة امورنا يا باشا امورنا ما يامورش عليك ظالم يا رب انا باشا عندي وجه الهند كثيرة من رمضان تمام تمام فابتدت ان رأي شكلها هيصفار تمام انا عايزة استعملها هل ممكن تقولي على طريقة البسيمة هو عمل بيها تسيمة على عنينة البسيمة او الشكلامة كل الحياة دي تحط معاها جوزة الهند مظبوطة عنينة يا فنم تحت عمرك تحت عمرك تقولي عشان انا هعملها دلوقتي على عنينة حاضر 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 سهلة جدا على عنينة الان انا سام محمد احنا ممكن نعمل بيها فروض صلاة اللي هي الصلطة نضيف نقطعها مقعبات نقطعها مقعبات مع اي فاكهة تاني بعد كده منضيف اي عصير ليها ونقلبها ونطلعها فروض صلاة او الصلطة الفواكه بطريقة جميلة ومظبوطة 100% تطلع معاكم حلوة ومظبوطة امو محمود سلام عليكم احلى ناس كفر الشيخ يا هلا يا هلا امو محمود مرحب بيكي مرحب بيكي الله يخليك يا شفنا الله يخليك يا رب حاضر الله يحفظك يا رب ده كله من زوك ربنا زيتكم يا رب دوما الله يخليك الله يخلي حاضراتك عايز اسأل حاضراتك بس سؤال مورينا سؤالين ثلاثة تمام الماكرونة بشمال انا بعملها على طول تمام بس المشكلة ان الحاجة عندي يعني ايه عايزة تنزلها على طول من طخمة تقطعها. زي الفل. عينينا. اه. ودي اجمل حاجة في البشاميل. ايوة. تمام. بس المشكلة ان هي ما بتبقى السبتة. وتطلع من فتفة مع حضرتك بتطلع من فتفة او بتطلع ان هي مش كويسة الشكل بتاعها بيسيح ومش مزبوط صح? اه اه. تمام? اه فعال انا فعلا هي يعني هي لازم انت تبرد ولا لازم يعني اه اول ما بتخلص قطعها على طول. لا لا مش لازم. اسمعيني بقى السبتة كل اهم حاجة في قوامل بشاميل. اهم حاجة مع حضرتك قوامل بشاميل. لو عملت قوامل بشاميل يكون تقيل. القوامل يكون تقيل تنزل بيها هتطلع معاك زي الفل ومية مية. قوامل بشاميل طلع خفيف المكارونة ذات نفسها تطلع مادة سيئلة ومش كويسة. فهماني حضرتك? معايا? شكرا لاتصالك يا فانتم. السازة محمود مرحب. قالوا سلام عليكم. والفل المبروك على القانا الله يخليك تسلم الله يخليك احسن مشاهدين لأحلى ناس بايزم تسلميلي يا رب يكون المعلومة وصلت ويكون حاجة كويسة الله يخليك يا شيف ويكون مظبوطة مع حضراتكم الله يخليك تسلميلي تسلميلي يا سيتك كل تسلمي ربنا يحفظك اي سؤال شكرا لانتصالك يا محمد ومحمود واستاذ امجة تسلام عليكم واستاذ امجة تسلام عليكم ماما ماما اي وقت ماما قولي يا حبيبي قولي انا سامعك سامعك اتكلم شكرا شكرا اتصل بينا تاني اتصل بينا تاني هندخل عملنا طاجن المعالي طبعا الشرح بتاعنا مشاكرين جدا للي كل اتصل نزلنا معلقتين الدقيق معلقتين النشا في الحليب مع القشطة والحاجات الجميلة بعد كده عملنا معاها معلقة زبدة في الموز بتاعنا دخلناه على القلية بتاعتنا حوالي دقيقة واحدة بالزبط مع معلقة من السكر ضفناناه مع المكسارات بيدي تركة او طعم اجمل واحلى بكتير هياخد وش بالزبط معنا خمس دقايق في الفرن ياخد خمس دقايق في الفرن هياخد خمس دقايق في الحلوم أ οι حدي sowش هياخد خمس دقايق في الفرن بالزبط يعمل وش يعني ما حاجر من انساش ان يكون الوش يكون دهبي ويكون كويس. تعالوا بقى نعمل تركة حلوة للفحم. الفحمية فين. بنضيف عليها الفحمية. اممي سلام عليكم. اممي. قالو سلام عليكم. اممي مرحبا. اممي مرحب بيك مرحب. منور الشاشة. الله يخليك الله يخليك اممي ربنا يبارك فيك تسلم. تسلم اليك عالاكرات الجديدة. تسلم الله يبارك لك اممي رب يكون المعلومات وصلت بس بطريقة كويسة ومبسطة. اول حلقة لينا في الصحة والجمال. واحلى مشاهدين واحلى ناس متصلين. امرنا اممي عندك اي سؤال او اي حاجة? عانينك تقول لنا المندي. عانين يا فندم عانينينا تحت امرك. المندي وكل حاجة العانين. الخليج بازن الله يكون من كل بلد اكلة. شكرين اتصالك اممي وخليك معنا صديقة البرنامج. شكرين اممي شكرا اتصالك. الاستاذة اللي سألت على جوست الهند عشان برضو ما انتوهش في الاسئلة بتاعتنا. الجوست الهند ممكن نعمل شكلامة او الهريسة. بازن الله في الحلويات هيكون معانا كتير منها. في كل حلقة بنقدم طبق ونقدم حاجة حلوة. الفراغ بتاعتنا بعد ما تطلع من الفرن على طول. بننزل بيها بفاحماية. خط فاحماية بطبق او في الفراية. ومن دخلها عليها تدي الريحة او الشكل الجميل والطعم الحلو. جوست الهند. جوست الهند عشان نخزينها كويس. فطف التلاجة مفيش اي مشاكل. وهنضيف معاها نعمل الشكلامة بطريقة برضو بازن الله لا طريقة او لو حضرتك عايزت يكون مستعجلة عليها. ادخلها على اكلة بسيطة مصرية. في العلوتيوب. والستاذ امجد سلام عليكم. عينينا يا امجد عينينا يا حبيبي حاضر حاضر. هقولك على طريقة البسبوس. وبرضو جوست الهند تخش في البسبوسة سهلة بطريقة مبسطة. هنقول على طريقة البسبوسة عشان الستاذ برضو اللي سائل عليها واني شفت منه نص كيلو صميت. نص كيلو صميت. يكون صميت. يكون ياخد اللون الدهب معانا. بياخد حوالي ربع كيلو من السكر العادي بتقلب فيه. مع معلاتين من جوست الهند بقلب المقادير الجافة كلها مع بعضيها. بعد كده نص كباية من السمن. كبايتين من الحليب. نص كباية من العسل الكولوكوز. كبايتين من الحليب. نص كباية من السمن. نص كباية من نص كباية من الحليب. وبضيف عليها العسل وبقلبه على النار. العسل مع الحليب مع السمن. حاجي فوزي سلام عليكم. شعر الله وبركاته. يا مرحب بيك يا حاجي فوزي يا هلا يا هلا. اخبارك يا حليبي. والله يا حاجي انا سعيد جدا ان سمعت صوتك. والله انت بنقر الشاشة. ويا رب الاكلات بتاعتنا يكون عجبك اعمل حج. لا جميلة جدا وصائح. ربنا يحفظك دايما يا رب اديك الصحة ويطولنا في عمرك. ربنا يزيدك يا ابن والله الحمد لله. تسلام لدي اسلام عمل حج دي شهادة انا بعتز بيها على الهوى ومتشاكرين لك جدا شرفتنا وشرفت البنابج لك اي اسأل يعمل حج? لا اي اسأل وضع انا عزيز حاجات حلوة بقى. احنا على عينينا. على عينينا. الحلويات البزبوسة بقى والحاجات. البزبوسة نشرحها الوقت حالا عشان خاطرك يحج فوز وعينينا ليك. عينينا ليك حاضر. تحت امرك يا حبيب السلام. تحت امرك ربنا يحفظك. قلنا زي ما زي ما قلت لحضراتكم كوباية من الحليب نص كوباية من السم نص كوباية من العسل والكولوكوز بيباع عند خميات الحلواني. بنزلها على النار في الحل بتاعتنا او في المعيار. واعملها لحد ما ينتزل المواضي او تسخب معي شوية. بعد كده بشيل المقادير وانزلها مع السكر والصميت وجوزة الهند. واقلبها كويس. واجيبها في الصنية يكون متوسط الحرف بتاعها يكون بسيط. بقلبها كويس فيها. بعد كده بخبط فيها تغبطين الحشوات على حسب ما انتوا عايزين. وانزلها العسل بتاعها عبارة عن كوبايتين من السكر. تلك كبيات من المية. عصير من اللمون. عصير من اللمون. عصير من اللمون. معلقة. وبنضيفها. لازم يكون الشربات بتاعنا سخن. ويلبس بس بتاعاتنا سخنة. عشان تطلع معانا حاجة كويسة. ومزبوطة تطلع. مرحب. مرحب مرحب. سلام عليكم حجة مباكرة مرحب. ازاك يا حجة مرحب بيك. الله ينور عليك. الله ينور عليك. ربنا يحفظك يا رب وزيدك. تسلميلي. تسلم ايضاك. تسلم ايضاك واناك. تسلميلي يا ست الكل يا اصيلة. تسلميلي. لقد عزيلاki علىчитك. يا ربنا يسلمو. يا رب نزيدك يا رب. وسعيدك. يا ست الكل يا رب . يا رب لا يحفظك يا رب دي حتى الجميل. تسلميلي يا ست الكل. عجبك الاكل? ولا لا? ولا نضايق يا رب. جميل. جميلة اول. تسلميلي يا ست الكل. والله جاميل الحاجة جميلة وله. تسلميلي يا رب زيديك يا رب واا. يحفظك يا ست الكل سمنا. عايزا طلباتا واي حاجة تؤمرنا اي حاجة قولي. يا حبيبي يا حبيبي عايزين من الكلات. ع crystals بالنحمة المفروح. علي عينينا يا ست الكل احلى طبع独اش واحلى صني조ة جل fifty adam's שלי. احلى ايوة عيز اكل طبع جلش دا حلو انا هامل بش قدين الواجفة بتا حتى. علينينا يا ست الكل علي عينينا. علي عينينا حاضر تحت امرك. علي عينينا. عملنا ما حضركم اربع تواجن بطريقة سريعة وبساطةه سهلة. عملنا نجريسكو وعملنا طاجن الفراغ وعملنا ورق العنب بكل تفاصيل وبكل حركاتنا أكلتنا أكلة بسيطة وسهلة بسيطة في شرحها لكن مش بسيطة في صفرتها كل حاجة يكون معكم وحضراتكم كل أسبوع كل يوم أربعة انتظرونا إن شاء الله ساعة نشر الظهر لأحلى مشاهدين أكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة